عبثا تحاول إسرائيل منع تثبيت المعادلات الجديدة التي يكتبها الشبان الفلسطينيون بالدم والبارود في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ولسيما معادلة تآكل الردع الإسرائيلي من جهة وتزايد الجرأة الفلسطينية من جهة ثانية على أن زج أكثر من نصف قوات الأمن الجاري التابعة للجيش الإسرائيلي وفقا لاعتراف وزير الأمن بني جانتس وحالة لاستعداد القصوى لدى باقي الأجهزة الأمنية لم يطمئنى الأوساط الإسرائيلية من توقع الانزلاق نحو الأسوأ ولسيما بعد عودة القدس بقوة إلى واجهة الأحداث الوقع اليوم أخطر من الوقع الذي كان في عام 2015 يوجد تزامن بين ضعف مهم للسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وصعود مهم في قوة حماس أدى إلى التآكل في شمال الضفة الغربية ونحن نرى هذا في جنين ونابلس وأماكن أخرى التوتر في القدس موجود دائما حول المسجد الأقصى ويوجد هنا خطر من الانزلاق إلى عنف واسع أكثر تآكل الردع الإسرائيلي وتزايد الجرأة الفلسطينية مع دوامة تجريب المجرب دفعا الأوساط الإسرائيلية إلى البحث عن ذرائع لتبرير فشل الإجراءات الإسرائيلية في كسر موجة العمليات الفلسطينية وانتشارها جغرافيا المشكلة الإسرائيلية كانت ولا تزال مجموعة عنين الأسود في نابلس التي هي مصدر التحريد والعنف في الضفة الغربية أكثر من أي منطقة أخرى وهي تؤثر على ما يحدث في القدس أيضا مراقبون نصح المسؤولين الإسرائيليين بعدم الانجرار وراء وهم السرديات الإسرائيلية والاعتراف بأن الفلسطينيين هم مقاتلون شجعان أيضا وليسوا مجرد يائسين أو متعطشين للدماء وقد دفعوا المسؤولين الإسرائيليين إلى الإقرار بأنه ما دام الاحتلال مستمرا فلن يلقوا سلاحهم وكلما أكثرنا من قتلنا لأبنائهم سيستمرون في محاربتنا وقتلنا ترجمة نانسي قنقر